بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بسلالات الجديدة لفيروس كورونا، وزارة التربية الوطنية تستنفر مصالحها في كل الولايات لمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية في جميع مرافق المؤسسات التربوية لمنع تفشي الفيروس بين أفراد الأسرة التربوية. ميدانياً، نحن نعرف بأن المؤسسات تفتقر لأبسط الإمكانات التي يمكن أن تواجه بها هذا الوابع. غياب المستلزمات الصحية المطلوبة لتجسيد البروتوكولات الوقائية الصحية، غياب ميزانية التي تسمح بتوفير أبسط الإمكانات، وهذا عاشية امتحانات رسمية. اليوم المؤسسات تفتقر لأبسط الإمكانات، ولا يمكنها أن تتجاوب مع هذه التعليمة. إن عدم المستلزمات الوقائية والإمكانيات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي داخل المدارس قد يقف عائقاً أمام تجسيد مضمون التعليم حسب الفاعلين في القطاع الذين طالبوا الوزارة الوصية بتدعيم المؤسسات التربوية بميزانية إضافية لتجسيد البروتوكول الصحي المعمول به للوقاية من تفشي وباء كورونا. كان من الأولى أننا نصدر تعليمات لميزانية إضافية لتوفير المستلزمات اللازمة لتجسيد البروتوكولات الوقائية الصحية. وعندما نطلب مسؤولي المؤسسات التربوية الصهر على تجسيد هذا البروتوكول بعيداً عن توجيه مروع حتى نطمئن أبنائنا التلاميذ على أنهم في الحماية. أمام الخطورة الكبيرة التي يشكلها الفيروس المتحور يأتي استصدار هذه التعليم في هذا التوقيت متأخراً جداً بالنظر إلى حالة التراخي والمبالات السائدة في المؤسسات التربوية في تطبيق البروتوكول الصحي من جهة وغياب دور مسؤولي القطاع في مراقبة مدى توفر المستلزمات الوقائية داخل المؤسسات التربوية من جهة أخرى.